أهلاً 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 بحضراتكم أول حاجة هنقولها إيه؟ يا رب بإذن الله المنتخب بتاعنا يكسب المطش ده مبدئياً كده إن ماكسبش طب يتعادل لأن إحنا حتى لو يتعادلنا هنتأهل يعني مش دي المسألة بس أنا نفسي نكسب أنا عايز المطش نخش نكسب المطش ده إحنا هنلعب من غير مو صلاح اللاعب الأسطوري محمد صلاح محمد صلاح اللي للأسف اتعرض لإصابة واضطر إنه يسافر لبريطانيا علشان يعالج الإصابة بتاعته السؤال هنا بقى أو الكلمتين اللي لازم نتكلم فيهم كده إيه بمنتقى الأمانة هو إيه مشكلة بعض الناس مع صلاح يعني إيه المشكلة فين المشكلة في إنه صلاح حصلت له إصابة فاضطر يسافر علشان يتعالج في بريطانيا فأجد إنه بعض الناس للأسف الشديد تغرق السوشيال ميديا على اختلاف البلاتفورمز المنصات وصلاح مشي وصلاح تخلى عننا وأصل صلاح مش فارق مع المنتخب وأصل صلاح ما بيفكرش غير في ماتشاط ليفر بول وأصل العقد والفلوس واحد تاني يقولك أصل صلاح مش مهتم غير بالإعلانات وحدة وحدة كده وبالراحة وهدوا على نفسكو الناس اللي قاعد عمالة بتهاجم في هذا اللاعب الأسطوري على المستوى بتاعه كمستوى الرياضي يعني وفي لعبته أسطورة حقيقية محدش يقدر ينكر ده على الإطلاق على الإطلاق أقوى أقوى لاعب عرفته مصر لحد دلوقتي مين يحب ده ومين ما يحبش ده أنا بالمناسبة دي يحضرني الحقيقة جملة قالها ميدو وميدو كان واحد من أكبر محترفين وقت ما كان في الملعب وميدو قال مرة كده قال صلاح أحسن لاعب عرفته مصر وأنا أتذكر أنه قال بالنص كده مش أنا كنت بالعب وأنا كنت محترف أنا بقولك صلاح أجمد مننا كلنا إذن تعالي بقى أخذ من كلام ميدو ده صلاح على المستوى الكروي الرياضي المهني أسطورة صلاح على مستوى الأخلاق يجنن أهله أحسن تربيته كما يجب عارف كده يعني كنا زمان نقول إيه لما يبقى حد الجد أقولك ده واد وينت أو صلاح ده راجل طيب صلاح على المستوى الوطني عمره متأخر صلاح على المستوى الخيري اللي هو بينه وبين ربنا لا ده بيعمل وكتير قاوي 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 صلاح اللي الناس بتقول أصله هو مش فارق مع المنتخب لا ده صلاح فارق مع المنتخب إلى أبعد الحدود هو أنت متصور عشان صلاح ياخد لقب أفضل لعب في العالم هو مش فارق مع المنتخب لا ده هو يهمه قاوي إنه يبقى بيلعب مع المنتخب وإن المنتخب يتصعد وإن المنتخب يبقى يوصل لكاس عالم لأنه ده بيضيف لرصيده هو كصلاح بشكل مباشر عشان يقدر ياخد هذه الألقاب العالمية والدولية صلاح ده يا سادة هو اللي نزل على الأرض يعيط في مطش مصر والكونغو في 2018 صلاح ده هو اللي قعد يعيط في مطش مصر والكونغو سنة 2018 لما ييجي بقى واحد ولا اتنين ولا عشر ولا ألف ولا زي ما يطلع وقال لك أصل صلاح مش فارق معاه غير الفلوس والإعلانات لا يا حبيبي صلاح لو كان فارق معاه الفلوس والإعلانات وأنه يكوم فلوس كتير جدا وأنه يبقى رصيده مدخم سيبك من أنه ما شاء الله هو مش محتاج كل ده يتقولي بس البحر يحب الزيادة يا سيدي كان وقتها لو تتذكروا ده كان قريب كان عنده عرض مبهر مبهر من المملكة العربية السعودية الشقيقة وقالوا يا حطوا كم فلوس وعروض ومرة واثنين وطلاثة والراجل الحقيقة شايف أنه هو دلوقتي مش بيفكر في حجم العروض المالية هو شايف نفسه في قصة تانية في حتة تانية عاوز يكمل مع ليفر تول وعاوز يكمل كان لعيب في الدور الإنجليزي يعني صلاح لو كان عايز الفلوس وبس هياخد بعضه ويقبل العروض اللي قدمتها له العروض الكريمة السخية اللي قدمتها السعودية بس الراجل قال لا يبقى صلاح مش بيجري ورا الفلوس ده صلاح مش فارق مع المنتخب ما كانش يبكي في 2018 2018 في مصر في ماتشو مصر والكونو أصلا مش فارق مع المنتخب لا صلاح فارق مع المنتخب عشان خاطر يقدر يحصل على هذا اللقب كأفضل لاعب على مستوى العالم وبعدين تعالى بقى هنا نفكر مع بعض وبالراحة كده هو احنا ليه طول الوقت رميين كل الحمل على لاعب وحيد في الحالة اللي احنا فيها اسمه محمد صلاح فانا منتظر ان محمد صلاح يبقى موجود جوه الفرقة وعلى المستطيل اللي أخضر عشان يلعب علشان نكسب هل ده معناه انك انت بتقول ان كل اللعيب الحداشر اللعيب عشرة منهم ما بيلعبوش وصلاح بس هو ليه بلعب يعني هو انت عمرك شفت ميسي ولا رونالدو ولا زمان بيلي ولا زمان مارادونا بيلعب لوحده لا دي اسمها لعبة جماعية فرقة صلاح مش بيلعب ملاكمة مش بيلعب رفع أسقال مش بيلعب كمال أجسام مش بيلعب مصرع روماني صلاح بيلعب في لعبة جماعية فرقة مكونة من حداشر بني آدم صلاح واحد فيهم انت ليه رامي الحمل طول الوقت على صلاح طب وفين بقيت العشرة هاشيل حدرس المرمى فين التسعة هل ان ده معنا بقولك انهم ما بيلعبوش لا مش ما بيلعبوش ولا بيلعبو حلو ولا بيلعبو وحش انا بتكلم على لعبة فيها لعيبة غير صلاح بتكلم على لعيبة فيها حاجة اسمها مدير فني وجهز كورة ومش عارف ايه دي منظومة على بعضها لما تحب بقى تنتقد الأداء انتقد الأداء كما يجب ككل وحدة وفند لكن تقول لي اصل صلاح ما عملش اصل صلاح ما سواش ليه يا عمي ثم انه مسألة التعويل المبالغ فيه على انه وجود صلاح يكسبنا المطش عدم وجود صلاح يخصالنا المطش انت بتعمل كارثة في نفوس اللعيبة وفي روحهم المعنوية لانك انت كده بتدي رسالة لبقيت الفرقة يا جماعة انتو شكرا مش محتاجينكم في حاجة احنا عايزين صلاح فانت عايز اللعيبة يلعبوا ازاي يعني بقى انه منطق اخيل كده انت بتشتغل كلنا بنشتغل في شركات انت بتشتغل في ادارة ما في شركة ما فالمدير بيخش بيكلم واحد بس في الادارة باعتباره انه هو ده الادارة كلها وانه هو ده اللي بيعمل التارجت وانه هو ده السر ورا نجاح الادارة انت كواحد من بقية فريق العمل في هذه الادارة هتشتغل والله ما تشتغل بقرش مش هو ده يعني الفرود يلا خليه نفعك مش بنقول كده لما بتلاقي المدير لا يستحسن الا واحد بس البقائين هيقولوا ايه طب مش لعبين طب مش شغلين اشرابوا وبتخلق حاجز كبير ما بين صلاحه وبقية الفرقة صلاح طول الوقت دعم لفرقته مؤمن بانها لعبة جماعية مؤمن بانه هو جزء لا يتجزق من هذا الفريق مؤمن بانه كل واحد موجود في الفريق مهم زيه بالظبط وانه كلهم على نفس دات المستوى من الاهمية داخل هذه الفرقة في هذا المطش في هذا المنتخب الوطني اللي بنتمنى له كل التوفيق من قلبنا هل المنتخب محتاج يشتغل اكتر من كده على نفسه؟ طبعا انا اتذكر المطش اللي احنا لعبناه كلنا مع الفرقة السعودية مطش الشهير وضحكنا وهزرنا ووليد طلع يا جماعة وبالراحة مصريين ومحدش يعرف يهزر معاكم احنا ما بننجزش انجازات كبرى غير تحت ضغط التجربة للأسف بتقول كده طول ما احنا مرحرحين زبطة كده في اي مطش دخلنا الجول الاول تلاقي الفرقة قاعدة مريحة ليه؟ جيب الجول التانية والتالت والرابع وتماني استشعرنا خطورة يا خبر ايس ويد يلا بيدا نلعب استشعرنا ان احنا في التمام مريحين